معقم الجروح إلى الاستخدامات اللي ذكرناها مثلاً لما تكون قاس حجل أو عندك إصابات أو جروح خارجية ظاهرية تبدأ في وضع معقم الجروح أو البتدين أو الآيديين على هاي الجروح كنوع من الإجراء الأولي لما تشوف شنو سبب المشكلة أو شنو سبب الجرح وتبدأ في علاجه طبعاً هذا كسر مع جرح يعني هذه ممكن تكون الأنثى متعلقة في الميدان أو متعلقة في الميدان لما أشوف طيري وصل لهذه المرحلة هذه المرحلة أستخدم لها البتدين هذه أستخدم لها البتدين كإجراء أولي أو أن أستخدم أي منتج احتوي على نسبة كحول عالية فوق الـ 75% أنا بس ألت سؤال في هاي الحالة لما يكون عند الطير صاير في هاي الحالة أو هاي الحالة هذا طبعاً هذه حالة وهذه حالة ليش أنا ما أعرف السبب فهل من الممكن أن أنا أبقى أبحث عن السبب وأترك الطير بهذه الحالة إلى أن أحصل على السبب وأترك الطير يسبب لمشكلة أخرى ليش أنا باتخذ هذا الإجراء؟ سؤال إليكم نشوف إجاباتكم أو نشوف تفاعلكم في الموضوع مثلاً لما يكون عندي هاي الطير في هاي الحالة طبعاً وراح أقول لكم شنو نوع الحالة بعد ما تجاوبوني مثلاً لما أروح ديش غرفة لطيور وأشوف طير عندي بهاي الحالة فقد الريش أو فتحت الريش وطلعت عندي هاي البثور هذا الأمر موجود عندي الطير فقد الريش وبدأت تبين عندي بعض الإصابات أو بعض الصفار الموجود تحت الريش ليش أستخدم إما بتدين أو أستخدم معقم يحتوي على كحول بنسبة 75 فما فوق غير معطر يلا شهباب عن الجينات ذكرناه في الحلقة السابقة كان موضوعنا عن الجينات ممتاز يوزر ممتاز يوزر والله يوزر اليوم من بدع يعني ذكرني أن أنا أعطيك جايزة طبعاً الأمر الرئيسي أن أنا أوقف مضاعفات المرض من أي ناحية يوزر؟ وضحها أكثر من أي ناحية أن أنا أوقف مضاعفات هذه المرض متى أقدر أوقف مضاعفات هذا المرض؟ يلا يوزر مدام أنت قلت أن أنا إيقاف مضاعفات المرض شنو الإيقاف؟ يعني أعطني شعار آخر إلى إيقاف هل أن أنا أوقف أن لا يتواصل هذا المرض؟ هل مهمتي أن أنا أحاول قدر الإمكان أن أنا أحد من خطورة المرض وأحد من تفاقم المرض في الطير؟ هل هذا الهدف الأساسي؟ أحسنت 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 يوزر هي الهدف الأساسي في حال عدم معرفتي بتشخيص هذه المشكلة وفي حال وجود هذه المشكلة أصلاً بدون نتف أنا ما تكلمنا في طير متعاركين لهذا لا تعارك هذه مجموعة فطريات وهذا الكناري بوكس أو جدري الكناري الجاف فأنا عشان لا أو أمنع تكاثر أو انتشار المرض أبدأ في عملية وضع البتدين لأمنع انتشاره لأمنع أحد من انتشاره خلاص الطير مصار فأنا لكي لا أنقل هذه المشكلة إلى طيور أخرى عندي أمنع انتشاره طبعاً معروف فيروس الجدري فيروس يقوم بالانتشار عن طريق الهواء أو عن طريق موصلات أخرى مثل المايتس الفاش أو البعوض أو البق أو أي شيقة للدم أو عن طريق القشور الرقيقة التي تكون موجودة على أبواء أو على هذه النتوءات أو على هذه البثور في قشرة خفيفة هذه القشرة الطير تتجف وتطير وتكون حاملة بالمدل فيروسي وتقع على طير آخر الطير الآخر يستقبلها وتبدأ فترة الحضانة ومن بعدها الإصابة والانتشار بشكل سريع ولذلك إصابات الجدري إصابات سريعة الانتشار فأنا قدري الإمكان أن لما أوضع البتديئين على هذه المنطقة أنا قتلت كل الفيروسات اللي راح تنتشر ولكن الطير راح يكون موجود في الفيروس ولكن أنا وقفت أو أوقفت انتشار المرض ورجعت لأهل الاختصاص في محاربة هذا المنطقة ترجمة نانسي قنقر